مش عايزة اقول لحضرائك الفيروس ده من ضعفه انه بيموت في خلال 2-8 ساعات برا الجسم لكن مشكلته لو التسق بأي حد هو انتشاره معروف للعام ممكن حضرائك عارفة والسادة المشاهدين عن طريق رزاز الانف والكح او السعال او العطس لان الكحة الواحد زي ما ذكرت قبل كده حضرتك بتطلع فيها من حوالة 4000 بميكروب بكتيري طب فما بالكو بعدد الفيروسات ملايين بتطلع عشان كده دايما نقول احنا المسافة الامنة من واحد لغاية اتنين متر لان فيه نوعين من الرزاز الرزاز الثقيل والرزاز الخفيف الثقيل بينزل في مدود متر او متر ومص نهو بيبقى على الاسطح اوه على الاسطح ويستطيع العدو عن طريق الاختلاط المباشر عشان كده دايما حطيتك والسادة مش هدين نقول ايه نتجنب الاماكن المزدحمة يعني المسافة الامنة قلنا من واحد لاثنين متر القطر الحبيبات دي قادرة على النفذ عن طريق مش عن طريق الانف بس او طريق الفم لا دا عن طريق العين بمجرد ما الفيروس بيلمس العين بينتشر جوه الجسم وبخش الغالية واتحكم فيها وحتى عن طريق عشان كده دايما نقول ايه السعال او لا يتواص عن طريق ايه انا في القوة مش بايدي لان بايدي هلمس فمي هلمس عين هلمس وداني كل دي اخشية مخاطية غانية بالفاسكولاريتي اللي هو الدم النشيط فبيحصل ايه بينتشر بمنتهى السرعة فعشان كده نقدر نقول التباعد واللبس الكمامات والكلام دا كله مفروض في الفترة الحالية ان احنا نرجع عليها تانية دكتور تمام اكيد وبالذات بين طلبة المدارس والجامعات والاماكن المزدحمة والاماكن الحكومية مهم جدا المسافة الامنة ونرجع الكمامات عند الضرورة بس لا انصح بها اللي عندهم حساسية على الصدر عشان هم محتاجين نسبة اكسوجين اعلى من الطبيعية بالضبط كده لكن ممكن ننصحهم انه يلبسها طالما فيه زحمة مفيش زحمة يبتدي نزلها وياخد السنشاقها طبيعي دكتور دا انا بشوف حاجات ساعات فعلا بجد ناس عندها دول برد احنا ما نعرفش بقى طبعا هو دول برد احنا ناسا ما نعرفش اعراضه ايه تلاقيها بتخلع الكمامة وبتشل الكمامة وبتحتص وبعد كده ترمسك طب انت بتعمل كده ليه يعني حقيقي وبيحصل تماما حقيقي فدي حاجة بجد بتبقى الوعي الثقافي اللي ساعدتكم ونوطين به ان انتوا بتنشروا ان الكمامة دي شيء مهم وضروري لعدم انتشار العدوى وزي ما بنقول ايه الفيروس دا ليه فترة حضانة الفيروس دا وبعدين ميزة الفيروس دا ليه ميزة وعيب الميزة انه ما بيدينيش في مضاعفات تؤدي الى الوفاة زي مين؟ زي الكوفيد والكورونا والصارس جتخش بتعمل لي فشل في وظائف التنفس او بتعمل لي سدر قوية فيحصل موت فجاء اما هذا هو سريع الانتشار يمكن اكتر منهم عشان كده الايام دي بيشوف ادوار برد غير عادية يقولك انا جسم مكسر وفعلا من اعراض هذا الفيروس في فترة الحضانة اللي هي من اتنين لخمسة ايام بيبقى الفيروس تكسير في العظام لدرجة بتسمى بي بي اف بروكن بون فيفر حمى تكسير العظام تتشابع مع حميات اخر كتير من اللي يقدر يفرق بين الحاجات دي اطباء الحميات بالتحديد يعني هما ليهم اولوية لان هما بيتعاملوا مع الاوابئيات والامراض المعدية من اول ما بيشتغلوا في النيابة لغاية ما بتنتهي حياته العملية فالفيروس دوت على قد كده ضعيف جدا وعلاجه حضرتك ما يتمش عن طريق المضادات الحيوية الا اذا العلاج ما يكونش عن طريق المضادات الحيوي لا طبعا اكيد لان المضادات الحيوية حضرتك يمكن قبل وحنا بنتقابل لو نتكلمنا مع بعض قلتلي عن المايكرو بايوم المايكرو بايوم حضرتك يمكن ذكرتي معلومة مهمة قوي قد تغفع الكثير من الناس المايكرو بايوم ده عضو من اعضاء الجسم الهامة والهامة للمناعة جدا المايكرو بايوم مايكرو بايوم ده اتقل من الكبد الكبد لو قلنا 1650 كيلو جرام المايكرو بايوم 2 كيلو جرام طب يبقى متواجد فين يا دكتور يا طبعا تمام سؤال الوجيه وممتاز جدا الله احنا عارفين كل الاعضاء عارفين ما كانت لكن المايكرو بايوم ده مايكرو بايوم ده عبارة عن الخلايا اللي موجودة على جدار الأمع الدقيقة والغليظة لو جمعناهم كلهم هيساوي 2 كيلو جرام اتقل من الكبد نفسه يعني الـ 2 كيلو جرام ده ليساوي وزن الكبد والبنكرياس والطحال ومعهم فوق كمان الغدة الدرقية عشان يساوي 2 كيلو جرام لان قلنا الكبد 1650 ومع الطحال وكده يبقى 2 كيلو فايدة المايكرو بايوم ده حضرتك يمكن كتير من ناس يجهلوا هذه المعلومة انه هو جهاز المناعة وكلما زاد جزء من جهاز المناعة كلما زادت قوة المايكرو بايوم تزداد قوة الجسم المناعية المايكرو بايوم ده موجود حضرتك يعني مش عايزة اقولك اسمه ايه المايكرو بايوم الخلايا المتجمعة النافعة الخلايا البكتيريا المتجمعة النافعة يعني ده منتولد بها دكتور تمام موجودة في الامعاء حضرتك موجودة يعني منتولد بها حتى كمان حديث الولادة الأطفال الصغيرين جدا موجودة عندهم مايكرو بايوم عن معدى بالأمعاء الدقيقة والغليظة وأحب أقول لحضرائك يمكن الناس اللي متعودة في الأرياف تتبع بتمسك المصارين والأمعاء تنظفها مش بتنزل مادة لازجة تجميع كل هذه المادة دي مايكرو بايوم خاص بالحيوان ما هي عبارة عن بكتيريا نافعة ومفيدة للجسم وجهاز المناعة موجودة في الجسم زي ما قلت لحضراتك لو تم القضاء عليها يبقى أنا بلغي جزء كبير جدا من جسم الإنسان المناعي فوجودها مهم جدا جدا وكلما زادت قوة المايكرو بايوم تزداد قوة الجسم المناعي وكلما زادت جسم القوة تزداد المايكرو بايوم قوة وبعدين المايكرو بايوم حضرتك بيقل بحاجات معينة من هالمضادات الحيوية اللي حضرتك ذكرتها الأهمية استعمالها عمال على بطر بيقضي على المايكرو بايوم نفسه بيقلل وجوده بيقلل وجوده استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب التوتر والقلق والاكتئاب مش عايزة أقول لحضرتك آه طبعا بيقلل نسبة المايكرو بايوم وبتالي عشان كده دايما مش عايزة أقول لحضرتك قلة المايكرو بايوم في الجسم بيؤدي إلى السكر وبيؤدي إلى أمراض مناعية والزئبة والصدفية وبتؤدي إلى أشياء كتير يمكن كتير من ناس ما يعرفوه أمراض المناعية كلها تمام يعني يا دكتور مريض السكر أو مريض الأمراض المناعية بيقل المايكرو بايوم عندهم قليل جدا أو مش مدوالي قليل إلى حد ما إلى حد ما قليل فبينزوده عن طريق الأكلات الطبيعية حضرتك وعن طريق الصحة النفسية وعن طريق الرياضة لأن قلت دي عبارة عن بكتيريا مجمعة نافعة ومفيدة للجسم مهمة جدا مش عايزة أقول لحضرتك يعني كتير من حتى مرض الفايبروميالج اكتشف حديثا أنه بسبب قليل مايكرو بايوم داخل الجسم دكتور في أكلات معينة نقدر ناكلها بتزود هذا الجزء المهم جدا في جسمنا هو المايكرو بايوم في أكلات معينة مثلا بتزود المناعة بتقوي المناعة بتجوي الجهاز ده اللي موجود في الأمعاء تمام ده سؤال جميل الطبيعة تحب الطبيعة يعني ناكل حاجات طبيعية أفضل جدا اللي هو الخضار والفكهة لو الناس مقتدرة نقول لهم عشان تزودوا المايكرو بايوم كلهم كسرات كتير بأنواع مختلفة ناس غير مقتدرة هنقول لهم الفول السوداني الفصولية البقوليات كلها كل دي غنية بالمايكرو بايوم بس أهم حاجة البعد عن أدوية ضد الحموضة بدون داعي أو بدون ستشارة طبيب لأن هذه الأشياء اللي هي بي بي آي اللي بتقلل حموضة المعدة بالتالي بتؤدي إلى قلة مايكرو بايوم داخل الجسم اللي t